تقرير دولي يؤكد بأنه في حالة نشوب الحرب بين الجزائر والمغرب فإن أمريكا ستدعم المغرب عسكريا لتحقيق انتصار سريع وفي التفاصيل قال تقرير دولي صادر عن مركز بيغين السادات للدراسات الاستراتيجية أنه في حالة نشوب حرب عسكرية بين المغرب والجزائر فإن واشنطن سترغب في تحقيق المغرب لانتصار عسكري سريع لتفادي حرب مماثلة في أوكرانيا على اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر المغرب شريكا في العديد من القضايا الأمنية والإقليمية وأشار التقرير التابع لجامعة بيرل عن الإسرائيلية إلى تداعية الحرب الروسية وتأثيرها على طبيعة التوازنات في شمال إفريقيا وخاصة في ظل اعتماد الجزائر على اقتناع الأسلحة من روسيا باعتبارها حليفا تقليديا لموسكو وقال التقرير بأن احتمال نشوب نزاع بين الجزائر والمغرب يمثل سيناريو مأساويا قد يزيد من تفاقم الاضطرابات في الشمال الغربي ويزيد من الفوضى العام في المنطقة وهو ما لا ترغب فيه الولايات المتحدة الأمريكية كما كشف التقرير أن من تداعيات الحرب الروسية تمكين المغرب من الحصول على أحدث إصدار من دبابات أبرامز الأمريكية إضافة إلى دبابات الميركافة الإسرائيلية التي لم يسبق أن حصلت عليها أي دولة خارج إسرائيل وأوضح في هذا الصدد أنه من الأسباب التي ساهمت في حصول المغرب على الطرازين السالفين الذكر من الدبابات يرجع إلى الخطوة المثيرة للجدل والتي قامت بها أتيك عندما قامت بتسليم دبابات مغربية من طراز تي 72 بي السوفياتية إلى أوكرانيا ما دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى تزويد الجيش المغربي بمزيد من الدبابات من طراز أبرامز إضافة إلى دبابات الميركافة ويعتبر المغرب من أقوى الجيش في المنطقة خاصة بعد حصوله أيضا على مقاتلات الرافة لو بالأحرى الميراجة الفرنسية من الإمارات العربية المتحدة واعتبر محللون أن جميع التحركات العسكرية المغربية تأتي انسجاما مع استراتيجية المغرب لمكافحة التطرف ودحر تنظيماته التي تنشط في حدوده خاصة في ظل تحذيرات الدولة الأخيرة من تنامي المخاطر المتعلقة بالتطرف في المناطق الجزارية القريبة من الحدود المغربية كما تأتي أيضا هذه التحركات العسكرية المغربية في سياق سعي الرباط لتوفير فضاء آمن من أجل تنزيل المبادرة الملكية القاضية بفتح المحيط الأطلسي أمام دول جنوب الصحراء كمالي وبوركينافاسو والشاد والنيجر بفتح المحيط الأطلسي أمام دول جنوب الصحراء